السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إزايكم يا رب تكونوا دايماً بخير كل سنة وحضراتكم طيبين هنعمل مع بعض النهاردة وصفة حلوة جداً ومقادير مزبوطة خالص للجطايف بجد بتمنى إنكم تتمدوا الطريق جديع عشان والله بجد تأخذوا أحلى جطايف فعلاً في رمضان تعملوها بكوبتين دقيق هنعمل كمية حلوة حنفرز منها يعني أنا المقدار ده كوبتين الدقيق حفرز الطبق اللي انتم شايفينه وححمر معاكم كام واحدة عشان نشوفها مع بعض فعملت كمية معايا بصراحة جميلة لو إحنا حنفكر إن إحنا نشتريها من بره شوفوا بجاة حتطلع بكام حنغلبها بالستريتش كويس حنلف عليها الرول ده مرتين علشان خاطر مش عايزين ندخل لها ميا خالص أو تلج من الفريزر زي ما انتم شايفين كده ونشيلها على طول في الفريزر أول حاجة هنبتدي بها بإذن الله اللي هي السيرب بتاع الجطيف سيرب الجطيف بيكون تجيل هنقول بسم الله الرحمن الرحيم عندي هنا كوبتين من السكر سيرب الجطيف بيكون تجيل يا بنات كوبتين سكر عليهم كوباية وربعة من المياه كوبايتين سكر كوباية وربعة من المياه اي اي حلويات بنحمره في الزيت جطايف زلبيا بلحشام اصابع زينب الشربات بتاعها لازم يكون تجيل مش خفيف حطينا عليها عصرة نص لمونة انا مش بجرب عليه خالص والله والشربات بتاعي عمره الحمد لله عمره مسكر عندي بحطه على النار زي ما هو كده ما بجربش عليه بديله اول ما يجلي بديله خمس دجاج بعد الغليه واضف عليه هنجد مقادير عجلة الغطايف عندي هنا كبايتين من المياه هنحط عليهم كبايتين دجاج منخول انا هنا الدجاج ده نخلة ومعبرهم بس برضو بعبرهم معاكم تاني كبايتين من الدجاج الدجاج ده دجاج يكون اللي هو الخمس نجوم او الدحى او نغم اي نوع دجاج يكون كويس انتجي الربطيه متأكدة منه في المغبوزات يعني يكون دجاج كويس ودرجة تكون عادية علشان يديك نتيجة حلوة معاك في الجطايف خلاص كده نص دي معلجة صغيرة من الخميرة الفورية معلجة صغيرة مش اكتر من كده ما تكتروش خميرة يا بنات معلجتين سكر كبار سكر حبيبات عادي دي معلجة نشعة كبيرة معلجة واحدة ما كيش اكتر من كده برضو يريد تمشوا على كل المقدير دي بالزبط حتى يطلع معاكم نتيجة حلوة خالص هنا عندي نص معلجة او معلجة يعني صغيرة من بيكنج بودر معلجة صغيرة من البيكنج بودر هنا معلجتين من السميد سميد البسبوسة ودي ربا معلجة من الملح ربا معلجة صغيرة من الملح هناخدهم نضربة مع الخلاط ونجيبهم بعد كده نصفيهم اه حكاية ان احنا نصفيهم دي خطوة مهمة جدا ان احنا نصفي الخليط بتاعنا عشان ما يكونش فيه اي اه كلاكية او كده يعني بس هو الحمد لله ما فوش ولا تكتلات ولا كلاكية خطوة مهمة جدا يا ريت تركز في كل كلمة بقولها بجد والله بنات حتاخدوا احلى واطعم غطايف عملتوها في حياتكم بالامانة والله عملتها السنة اللي فاتت وطلعت ضيزة مني وبعدين مسحت الفيديو يعني ما نزلكوش اصلا صورت ومنتشت وبعد كده قلت لا حرام فيه ناس بتدخل تشوف الفيديو ما تكملهوش المهم النتيجة يعني عشان تعرفوا العجينة بتاعتنا تكون ازاي هنجربها بمعلجة هنعمل خط كده بصبعنا لو الخطين لماسوا بعض او رجوا تاني على بعد يبقى كده لأ حنزود دجاج لكن هي كده كويسة خالص الخطين ما رجعوش تاني على بعد فكده العجين بتاع الخليط بتاعنا ممتاز آآ هنسيبها تخمر لأ تخمر لأ احنا هنريحها عشر دجاج مش اكتر على ما طلعت تستعتي وحطها على النار اجيب السنية اللي هنحط عليها للجطيف لما تستوي مش اكتر من كده مش هتوض اكتر من عشر دجاج هتخمر يا بنات هتاخد نتيجة مش حلوة والله العظيم عن تجربة تمام شربات الجطيف كانت نستوي معنا خلاصه كويس هنحط له كيس فانيليا وهنسيبه هنسيبه لغاية لما يبرد الجطيف تكون آآ سخنة وهو يكون بارد يعني اول ما نطلع بيها من من على من الزيت الجطيف نحطها في الشربات على طول حيكون هو بارد معنا طاصة سخنة تسخن جدا معنا واول ما تسخن نهد النار عليها دي طاصة ما تكونش مدهونة اي حاجة خالص عندك طاصة سيراميك تفال جيرانيت يعني دول احسن حاجة انك انت تعملي فيهم بصراحة المهم الطاصة تسخن نهد النار ونحط الخليط بتاعنا فيها كبير صغير بقى الحجم اللي يعجبت ما نجربش عليها ولا نطلعها غير لما العجين اللي فوق ده كله يختيفي زي ما انتم شايفين الابيض اللي كان موجود ده كله يختيفي طبعا هما لازجوا ببعض عادي جدا هنعملهم بالسكينة ونطلع شايفين يختيفي اللي معانا كله ده نطلعه فانا هنا حطة صنية وحطة عليها فوطة احط واغطي يعني لازم احط واغطي العجين اختفى من فوق شايفين المسان بتاعها والخط اللي بيت ده ده دليل على ان العجينة بتاعتك نجحة لو فيها ثقوب من تحت اعرف انها هتشرب معك زيت رسمي كده انها هتشرب معك زيت ولو سبتيها تخمر هتعمل ثقوب من تحت لكن هي عشان مش خمرانة من تحت مكفولة خالص الثقوب كلها من فوق ومن تحت مكفولة مفيش فيها اي ثقوب تمام هنتمل برضو زي ما انتو شايفين كده اهي العجين اللي فوق القبض ده كله يختفي نبتدي ان احنا نطلعها ونحطها معانا على تحت الفوطة اللازم فوطة لو ما حطنهاش في الفوطة مش هتديك نتيجة حلوة مش هترده تكفل معك الفوطة حافظ على تراوة العجينة وتتجفل معانا بكل سهولة بس يمودي هما كده لما كن بصور معرفش المكان اللي انا فيه بيبقى حلو بالنسبة لهم تحس انه فيه سكر ربنا هديهم خلاص يمودي هنخلص كل الكمية كيفين اللون تحفى الخط ده برضو دليل على ان نجاح الجطايف اللي معك الخط الابرد اللي بيكون في الجطايف ده دليل ان العجينة بتاعتك ممتدة ونجحة لا يبقى العجينة عشان تعرفيها ان تبقى نجحة سقوب من فوق تكون حلوة كده وجنبه بعض مش بعض من بعض ومن تحت تكون مكفولة ما فاش اي سقوب اعرف في لو عاجنتي او حاملتيها ولجيتي فيها سقوب من تحت اعرف ان هتشرب معاك كمية زيت رهيبة فيستحسن انك انت لو لجيتيها كده ما تحمرهاش في الزيت داخلها الفرن او حطيها في الالفرية تمام حنكمل كل الطريقة بتاعتنا كده الحجم طبعا زي ما انت عايزة عايزها عصافير زجنونة كده حلوة كيوت عايزها كبيرة براحتك احنا حنعمل الاتنين يعني بنجرب الاتنين والله يا بنات انا عملتها السنة اللي فاتت والله العظيمة بعد ما صورت الفيديو بجد والله صورت الفيديو وبعد كده قلت لأ في ناس ما بتكملش الفيديو معايا للاخر يعني كنت حقول لكم ان هي دي طلعت معايا كده بعد ما خمرت انا خمرتها يعني خلتها خمرت فما عاجبتني شربت معايا زيت رهيب فحبت ان انا انزلها فقلت لو نزلتها ممكن حد يدخل ياخذ المقادير وما يكملش الفيديو للاخر هنا بوريك ان النار بتاعتنا ضعيفة النار بتاعتنا هادية جدا مش عالية في ناس كتير بتدخل تسمع الفيديو كده باوله او فنصه وبعدين تطلع منه فمش هتشوف ان انا حقول ايه في الاخر فبصراحة والله استحرمت ان انا ان انا انزل الفيديو يعني فعشان كده مرضيش هنزله كنت عملها والله وحشيها كريمة وكنت مدلعها يعني الحمد لله ساعتها بس برضو قلت لا مش هنزلها فوالله نصيحة مني لجيت العجينة بتاعتك اه اتخرمت من تحت تدخليها في اليرفراير او حطيها في الفرن تمام ما تجلهاش تان ما تحملهاش في الزيت عشان حاط الشراب زيت منك كمية حلوة كوبتين ديجي عملوا معانا كمية بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليهم شوف انت الكمية دي لو هتشتريها منبره هتشتريها بكام يعني الكمية دي لو هتشتريها منبره هتعمل مبلغ فاحنا ليه نعم كوبتين ديجي يعني مقادير بسيطة جدا ومتوفرة في كل بيت بتتعمل معانا بكل سهولة هي بتتجفل معانا بكل سهولة لان احنا غطينا العجينة غطينا اسمهم ايدو الجطيف بتاعتنا غطاناها كويس كويس فالعجينة لسه طرية وجفلت معانا فتحتها وحكفلها تاني وحتتجفل برضو بكل سهولة شايفين المسام اللي انا بتكلم عليها اللون بتاعتها تحفة ما تحمراش اكتر من كده عشان لسه بتاخد التحمير برضو معانا في الزيت بوركي هنا ان المسام بتاعتي حلوة لو وصلت معايا اللي جايت هنا في الفيديو والفيديو عجبك ياريت ما تنسناش في اللايك لو استفدت بمعلومة صغيرة خالص مننا ما تنسناش باللايك يعني جبر خواطر كده جبر خواطر على الله ما تنسوش اللايك عشان الفيديو بتاعنا كمان يترفع يوصل لعدد كبير من الناس تمام والكومنتات الخلوة بتاعتكم ياريت في الكومنتات نصلي على النبي اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد وعلى الاه وصحبه اجمعين خايفين دي انا هخليها زي ما هي كده هحمرها وكلها من غير حشو من ده متعملت خلاص هنبتدي الوقت ان احنا ايه نحشي الكميدي عسحشي كريمة ماشي عسحشي اشطب راحتك بس انا عشان مش حابة ان انا اعمل الكميدي كلها فانا هعمل بس حشاب المكسرات دي مكسرات يعني كانت عندي كمان مش لسه انا ماشاريتش يا مش رمضان دي مكسرات جديمة عندي دي بيبع على جوز هند على فول سداني على شوية لوز مطحون كان مقطع السنة الفاتت السنة اللي فاتت طبعا اللوز السنة دي يا عالم فاجه حاج ده رجيبه ولا لا المهم وكان فيهم رشة جرفة هنحط معلقتين من السيرب ده او الشربات ده علشان خاطر الاسماء الجطيف دي لما نيجينا كلها الحشوب تاحها ميطلعش مننا تمام هنحشيها ها وبتتجفل معانا بكل سهولة شايفين طريقة جدا بتتجفل معايا بكل سهولة وضي الفول مش هتفك والله ما فكتش مني ولا واحدة فك اتنين وجر بيها بطريقة وانطلعت مش مش كويسة اه إلغي الاشتراك والله العظيم بجد طلعت مش كويسة مطلعتش بنفس النتيجة اللي انا بقولك عليها دي إلغي الاشتراك بتاعك مش عايزك التابعين تاني تمام لو انا طلعت ان انا بكذب عليك لان انا بجد والله فرحانة بالنتيجة اللي انا وصلت لها انا اتدمرت في رمضان اللي فات لما عملت الجطايف بالطريقة تاني ان انا ستها تخمر وكده والله بجد لا زعلت جامد عليها شربت زيت مني وما كانتش حلوة ما كانش بتكفل معايا بالطريقة دي برضو في شوية خطوات وتركات امشوا عليها كويس هتاخدوا احلى نتيجة والله للجطايف تمام هنحش باجة الكمية انا مش هحشيها كلها طبعا انا هشيل منها هشيلهم في الفريزر زي ما هم كده حطهم في الطبق وغلفهم وحطهم في الفريزر باذن الله رب العالمين لو لنا عمر وعيشنا لغاية رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين هنعملهم مع بعض بس انا هعملهم ساعتها بالكريمة او بالشوكولاتة مش هعمل مكسرات تاني يعني لان خلاص جربنا المكسرات هحمر دول معاكم حلوين دول علينا معناش حد انا واولادي بس فحلوين علينا دول هنحمرهم وعشان التصوير والله لو كده ما كنتش حمر حاجة كنت هشيلهم وحنشيل الكمية التانية لمعانا كمية حلوة هتعمل معانا طبق محترم برضو في رمضان باذن الله ممكن لو حابة اعمل مقدار تاني وتشيليهم يعني تضع فلك مقادير بدلا ما تبقى كوبيتين تخليهم اربعة وفرزيلك طبقين او ثلاثة في الفريزر حيرايحوكوا طول رمضان عايزة تعمل تحشيهم حادج ماشي عاستعمليهم حلو ماشي كمان فكرة حلوة والله جيتني ان العجينة دي عجينة الجطايف دي زي ما هي كده انشيلها في الفريزر ممكن نعملها ميني بيتزا يعني العجينة دي نطلحها بعد كده ونحطها فصنية ونحط عليها صوص البيتزا والحشو اللي عندنا والجيبن المتزرين لو كده وتبقى معانا احلى ميني بيتزا يعني هتبقى حلوة معاك العجينة حلوة خالف وحتمشي معاك هتمشي معاك في البيتزا هتمشي معاك جطايف حلو او جطايف حادق برضو زي ما انت عايزة حين انا بغلفها عشان اشيلها تمام انا بعد ما عملت الكمية دي يعني جعدت ان بنفس يا ريتني كنت زودت كمية تانية بس بجد انا بتعب من الوقفة فعشان كده يعني ايه اول ما بتطلع الحاجة منه تخلص بقول خلاص على كده ولا تاني ولا تالت برتاح منها يعني بس بجد لو عارفة كده كنت من الاول خليت المقادير دربتي في اتنين يعني ضعيفة الكمية طاصة فيها زيت مش غزير يعني زي ما انت شايفين مش مقاطية كلها ادوب من تحت بس زيت يسخن كويس خالص نهد النار عليها وننزل بالجطايف نهد النار ليه عشان الجطايف معانا تستويه ما تبقاش معاك جنة معانا من جوه تمام اللون على حسب ما تحب انا بحب الحاجة تبقى محمرة زيادة يعني بحبها تبقى حلوة كده محمرة فحب انت تخليها لون كده بسيط ما تحمرهش براحتك يعني اللون ده بالنسبالي تحفة يعني تحفة تحفة بجد تمام حنجلبها طبعا كده بعد ما تاخد مننا لون راح برا يا محمد حتطلحها مش حنصف فيها طبعا في المصفى ولا الكلام ده لأ حنطلحها على طول من الزيت للشرباط الشرباط كان خلاص برد معانا وهو وتجل يعني بيجي تجيل معانا اللون بتاعها حلو جدا والله بنات بجد يعني حبت حماري اكتر من كده براحتك حبت فتحي عن كده برد براحتك دي حاجة ترجع لك ادي الشرباط حنصف فيها ونحط في الشرباط شايفين الشرباط بتاعها تجيل ازاي بنات؟ مقادير الشرباط دي حلوة جدا الشرباط الخفيف ما يتعملش لأي حجم حمائي شرباط الخفيف مثلا لو كنافة صنيت كنافة صنيت بازبوثة صنيت بقلاوة في الفرن قلاش لكن انك تيجي تعملي شرباط لأي حاجة بتتحمر في الزيت لازم يكون تجيل لازم يكون تجيل علشان ما يخلهاش تبقى طرية معانا حين تفضل القطايف او البلحشان يفضل معانا يعني حيبقى مجرمش لغاية اخر واحدة لكن حتخليها شرباط ناعة شرباط خفيف حيخليها تطرى معانا حنصف فيها كويس من الزيت وننزل فيها في الشرباط يدوب ححط الحطة التانية وابتدي ان انا اطلع القطايف من الشرباط ما حسبهاش كتير في الشرباط يعني وحتبقى كويسة وشربة الشرباط بتاعها كويس خالص معانا باعتذر على صوتي واغضة دور وبصه بسجل لكم والله وانا ما اقول لكمش يعني ادماجي بتلف وابني الصغير عامل عماله جنبي وما حس ادماجي دي خلاص حطير مني يعني حتوج تمام الكمية اللي طلعت معانا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك حلوة خالص مجرمشة جدا والله يا بنات مجرمشة خالص خالص من بره ومن دوها تحصة الشربات بتاعها حل وشربة شربات ممتاز مش مش حمش يعني مش عدمة لأ شرباتها ممتاز جدا وشربة كويس خالص تمام عفوا الكمية اللي احنا حمرناها دي خالص كانت بالنسبة لنا وطبق كان يعني كمية حلوة بكبتين دي جيج انتم تفهمين يعني كبتين دي جيج مش اكتر من كده طبعا يا سخن انا عايزة افتحها مش عارفة افتحها لشان سخنة خالص لسه طلعة بس عايزة اوريكم من دور حتى الحشو شايفينها لو احتاجوا بالكم ثلاث وقت ثلاث وقت الطريقة رايبة النهار ده يا والله الحشو فتحناها الحشو ما طلعش معنا ليه علشان احنا حطينا الشربات دي خطوة مهمة جدا لازم تاخدوا بالكم منها لو ما كنتوش حطين شربات هتلاقوا ان اول ما تفتحوها الحشو بتاعها حينزل حتى وانتو بتاكلوها هتلاقوا الحشو بيطلع معاكو يعني ممكن يبهدلكم فكده احلى خطوة انا بوريكو هنا ان هي كرزب خالص من بره يعني سايفين ناشفة والله مجرمشة من بره مش طرية ولا حاجة وفي حين انها من جوه كده تحسيها نعمة كده ودايبة بس يتوت يا مم طبعا انا لازم ادلجها ممتازة عجبتني خالص اللون تحفة طبعا زي ما انتو شايفين اللون طبعا زي ما انتو تحبوا مش حابة تحطيها في الزيت يعني حتى لو هي وكده وناجحة معاك العجينة مش حابة تحطيها في الزيت ممكن تدخليها الفرن حابة زيت كده بسيط تحطي لها ترشيها كده يعني فيه زبري كده زيت تحطي عليها واتدخليها الفرن وممكن برضو تحطيها في الآل فرير هتطلع تطلع